على الفور أعلن القيادي في المشروع العربي النائب عن الديالة مضر الكروي أعلن اتصاله برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وإبلاغه بالإجراءات اللازمة لاستعادة الأمن في جلولا وحماية المدنيين فيها أعلن اتصالات يوم أمس وأيضا تم إبلاغ رئيس الوزراء بالموقف وبالإجراءات المطلوبة باتجاه دحر الإرهاب طبعا عدة خطوات مهمة يجب أن يتم اتخاذها من أجل حماية المدنيين من أجل حماية الممتلكات العامة وممتلكات الحكومة حقيقة كانت رسالة سلبية لأن وضع جلولا وأمن جلولا واستقرار جلولا والإعمار الموجود في جلولا بدأ يقلق من يريد يحاول أن يعيد هذه الناحية إلى المربع الأول هذا وكان النائب عن المشروع العربي مدر الكروي قد دعا في جلسة سابقة للبرلمان إلى استضافة وزيري الداخلية والدفاع ورئيس هيئة الحجد الشعبية وذلك لمناقشة الوضع الأمني في محافظة ديالا بعد تكرار الخروقات وسقوط ضحايا بين المدنيين والقوات الأمنية مؤكدا أنه لا وبوادر لحصر سلاح بيد الدولة وأن جهات تفرض الإتاوات على طروق الخارجية ديالا تحتاج لوقفة إلى تصحيح المسار فيها سيد رئيس الجلسة بشكل عاجل تكون للبداية من خلال استضافة الوزراء الأمنيين وزير الدفاع الداخلية رئيس هيئة الحجد الشعبي من أجل وضع آليات واضحة تضمن أمن المحافظة خاصة مع سقوط العشرات بين الضحايا في الأشهر القليلة الماضية وبروز نشاط لخلايا إرهابية في بعض المناطق بالإضافة إلى ملف فرض الأتاوات على الطرق الخارجية ووجود فراغات أمنية مع أقليم كردستان أيضا عندنا مشكلة عدم وجود أي بوادر لحصر السلاح بيد الدولة في ديالا خصوصا وهذه أيضا نتيجتها كانت الكثير من عندنا من المدنيين من العسكريين أيضا فقدوا حياتهم